ملايين المليين المنتشرين في دول العالم المنكوب بكورونا الوباء المستقد موزعين ما بين طلاب ولاجئين بحسب الحرب الانقلابية ومرضى عارقين والنسبة الأكبر منهم عمال أو باحثون عن فرص للعمل أغلب هؤلاء يقيمون في السعودية كعمالة تشير التقديرات إلى أن عددهم يزيد عن مليونين ونصف المليون إضافة إلى نحو 300 ألف يمني في مصر بينهم عدد كبير من اللاجئين والمرضى ناهيك عن مئات الآلاف في الأردن وبقية دول الخليج وماليزيا والسودان والولايات المتحدة الامريكية اجتاح وباء كورونا العالم وألقى بظلاله على هؤلاء الطلاب والعمال واللاجئين والمرضى اليمنيين في الخارج ابتعطلت الدراسة في أغلب البلدان المنكوبة بالوباء وتم تعليق الشركات والمؤسسات التجارية وتوقفت جميع الأعمال كما أعلنت كثير من الدول حضر التجوال كما هو الحال في السعودية حيث يوجد أكثر من 2 مليون عام اليمن بينما تشكل العمالة اليمنية في المملكة واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية وما يقارب من 80% من مجموع المغتربين اليمنيين في كل دول العالم أنقذ هؤلاء المغتربون بلدهم اليمن وأهاليهم في ظل أسوأ مرحلة تعيشها البلد والمتمثلة بالحرب الإنقلابية وتداعياتها الكارثية على اقتصاد البلد وأعمال الناس وشكلت تحويلات المغتربين المصدر الأول للدخل المحلي وللعملة الأجنبية لليمن منذ بداية الحرب الحوثية بحسب تقارير رسمية ودولية لكن أعمالهم تعطلت مؤقتا بسبب كورونا فلا عمل في ظل كورونا ولا أجور ولا مستحقات في ظل توقف الشركات والأعمال فأجبر المغتربين اليمنيين على البقاء في مساكنهم بلا عمل ودون أجور نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وقرارات حظر التجوال وتوقف الأعمال وإغلاق غالبية القطاعات والشركات والمحلات التجارية لم تشمل هؤلاء إجراءات ومنح التعويض المقدمة من الحكومات للعمالة الوطنية في بلدانهم ولم تطلق مبادرات من جانب رجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين لمساعدة هؤلاء الطلاب والمرضى والعمال الذين أنقذوا بلدهم من المجاعة وباتوا اليوم بحاجة للمساعدة التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة إلى حين زوال الجائحة وتحديدا في السعودية ومصر والأردن وماليزيا فيما يبقى السؤال الأكثر إلحاحا بشأن دور الحكومة والسفارات اليمنية في هذه البلدان وماذا قدمت للمغتربين اليمنيين ترجمة نانسي قنقر